يعني زي ما كنا بدأتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة النهاردة إنه إنبارح تم افتتاح كاس العالم في حفل كبير جدا حضروا عدد كبير من زعماء ورؤساء العالم لأول مرة بتحتضن في المنطقة العربية البطولة الأهم لكورة القدم وفي مطش الافتتاح خسرت للأسف قطر الدولة المنظمة للمطش أمام الإيكادور وهنتكلم أكتر عن الافتتاح ومطشات النهاردة مع ضفنا النقد والمعلقة الرياضي اللي بيشرفنا دايما محمد عفيفي أهلا بيك عفيفي صباح الخير بسانت هنم صباح الخير أستاذ مصطفى وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر أينما كانوا في بداية يوم استثنائي لأنه البداية الحقيقية للقارنفال للإحتفال لكورة القدم العالمية على الأراضي العربية في دوحة العرب العصر طبعا يا عفيفي أنت بتعيش أسعى دائم حياتك اللي من دول ساعة أكيد لأنها أجواء وعندي النهاردة مهارات إنجلترة بالمناسبة لراديو حاجة حالة مختلفة غير الكورة اللي احنا بنعلقها بشكلها خلينا نتكلم الأول عن الافتتاحية مبارح شفتها إزاي مقارنة مع يمكن البطولات قبل كده أو الافتتاحيات اللي حصلت قبل كده وموتش مبارح شفتها إزاي طيب كحفل افتتاح بشكل عام هو حفل بسيط ما نقدرش نقول إنه هو تفوق على احتفاليات في بداية أو افتتاح لكأس العالم أكتر بكتير عن ما مضى يعني ما نقدرش نقول لكنه كان بسيط وكان بيوجه رسالة معينة إنه قطر اتهمت إنه في بعض الناس تم إهانتهم بشكل أو باخر في العمالة أو الخاصين بالعمالة لكانوا بيبنوا الملاعب والأجواء بالنسبة لكأس العالم فهم واجهوا رسالة قالوا إن ده لأ وإنه الاهتمام بالبنى آدم هو الأساس بالنسبة لهم وكان واضح حتى في التعاون مع مورجان فيرمن الممثل الأمريكي الشهير والاستعانة بغانم المفتاح هذا الولد من ذوي الهمم القطري والاستعانة بكلام موجه بشكل أو باخر مع طبعا بعض الاستعراضات اللي بترجعنا للزمن الجميل بالنسبة لكأس العالم منذ انطلاقته عام 1930 وحتى آخر نسخة فيه روسيا 2018 بالأجواء بالاحتفالات بالأغنية الخاصة الرسمية لكل كأس العالم باستعراضات طبعا شيقة مع ألعاب نارية وأمور بنشوفها كالعادة لكن طبعا قطر لها لمحة مختلفة في فكرة إنه الهوية العربية واضحة بشكل أو باخر في هذا الأمر طبعا مع دعوت كل الناس التقيلة والكبيرة في العالم فيما بينهم طبعا سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي حضر حفل الافتتاح مصر مش موجودة في الكأس العالم بمنتخبنا الوطني لكن القائد بالتأكيد لأنه أول كأس عالم موجود في الشرق الأوسط وفي دولة عربية فما ينفعش سيدة الرئيس الجمهورية ما يكونش موجود في هذا الحفل لأنه عمل كمان كريدت بوجوده لهذا الحفل كان في قمة سياسية بعيدا عن القمة الرئيسية ولكن خلينا أسألك نحن عندما نظمنا بطول الكأس الأمم الأفريقية كان عندنا تميمة البهرجان كالتوت كان الملك الصغير توت عن خامون هم عملوا شخص عربي يحمل ملامح عربية كلمني عن إزاي نوصل إحنا ثقافتنا كعرب للعالم من خلال هذه التميمة ومن خلال العادات والتقاليد ومن خلال أيضا مشاركة المنتخبات العربية أعتقد باعتقادي الشخصي مش هكلم سياسيا هكلم مجتمعيا دي فرصة لنا كعرب أن نحن نوصل مفاهيم التسامح والحب والرياضة لكل شعوب العالم فرصتنا إيه يا عفيفي ونقدر نوصلها إزاي أعتقد السؤال واضح جدا وانت هتجاوب عليه فرصتنا كبيرة وفرصتنا واضحة ومصر نجحت قبل كده وقطر بتنجح دلوقتي حتى في التميمة كلها رسائل حتى زي ما قلت في حفل الافتتاح كلها رسائل بتدل على أنه العرب قادرين على أنهم ينجزوا إنجازات كبيرة جدا بما فيها تنظيم كأس العالم بهذا الشكل الراقي وإحنا بنشوف حفل الافتتاح وتمن ملاعب الدول اللي وصلت أو المنتخبات اللي وصلت ممثلة لدولها 32 منتخب موجود 31 دولة مختلفة غير قطر لا في حالة كله بيتكلم عن أنه ده موجود في دولة عربية وعلى فكرة نجاح قطر في الاستضافة لكأس العالم فيه في 2022 بيدي كريدت مختلف لمصر طب الناس هتسأل ليه في الرياضة لأنه مصر عينها على أولمبياد 2036 بإذن الله فإنه نجاح قطر في استضافة كأس العالم بهذا الشكل المبهر إذن مصر تقدر حتى حتى الكوب 27 كمة المناخ اللي كانت موجودة في شررش صحيح تنجح قطر لا نقدرش ننكرها أبدا بالزبط صحيح تدي كريدت كبير لقطر إنه إذا دفيد العالم العربي قادر بالزبط في كمة المناخ موجود بهذا الشكل الرائع والراقي في التنظيم وكل العالم يتحدث عن مصر وفي نفس الوقت أغطت ما تقدر تنظم كأس العالم ولما تقدر تنظم كأس العالم ليه؟ ما تنظمش كمان ألعاب أولمبياد في 2036 كمان بإذن الله طيب يعني عايزة عارب برضو لسه شفت مبارح المطش إزاي وإحنا شفنا أن قطر خسرت أمام الأكوادور 2-0 فهل تقدر قطر في اللي جاية تتدرج الأمر أمام يمكن السنغال وهولندا وجيت نظرك إيه؟ الأمور صعبة قطر أول مرة تشارك في كأس العالم قطر لسه حتى كنت بكلم قبل الهوى بقول أنه لأ العيبة زهقت مش هقول زهقت من بعض بس زهقت لأنه المعسكر طويل للأمد سنة ونصف أنت بتقولها صحيح وشاركوا فيه الكأس الذهبية اللي هي بطولة أمريكا الشمالية لكورة القدم شاركوا في بطولة أمريكا الجنوبية لكورة القدم الكوب أمريكا مقبل الأخيرة شاركوا فيه تصفيات أوروبا المؤهلة للنهائيات كأس العالم لأنهم بشاركوش في النهائيات معدل مباراة كبير جدا معسكرات طويلة جدا يعني أنا أريد أن أفهم منك حاجة عفيف يعني لهم سنة ونصف بيلعبوا بس يعني يعني مطشط ليها علاقة بكأس العالم بالضبط منتخب متجمع العيبة نفسها حتى الدوري هم كلهم حاليين بالمناسبة ما فيش محترفين ما بيلعبوش مع أنديتهم الدوري شغال وهم متجمعين مع المنتخب سانشيز المدير الفاني الإسباني مجمعهم على فترات مش متبعدة دايما مجمعين مع بعض من أجل المونديال الضغط الكبير الضغط الذهني اللي موجود الحضور الكبير من قادة العالم اللي موجودين في أستاذ البيت اللي احتضن الحفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية الضغط الجمهيري الكبير اللي هو موجود على الفريق قطري فريق قطري ما ظهرش مثلا بـ 40% مثلا مما أنجزوا في 2019 على الأراضي الإماراتية لما حقق لقب كأس أسيا وكان لمرة أولى وكان بشكل خرافي واستثنائي وخيالي لما فاز على اليابان في الفايدل فلا هم اللعيبة وعندهم خبرات ولكن مع الضغط اللي موجود فصلوا بشكل أبخر حتى 30 ديال أولى المنتخب الإكوادوري كان عنده الخبرات وكلمنا حتى قبل كده عن الإكوادور سرعات هجمات مرتدة عندهم فالينسيا هذا الرجل الذي سجل هدفين خلال المباراة هدف الدوري التركي وبرضو كنت بكلم قبل فكرة أنه جودة الكرة في كأس العالم 2022 هتكون أعلى يمكن من مبهرة مبهرة جدا ليه لأنه كمان الدوريات شغالة فانت جايب اللعيبة في نص الموسم حتى ما وصلوش نص الموسم احنا بنلعب دوري الإنجليزي للموسم الأربعة عشر الدوري الأسباني للموسم الأسبوع الثلاثة عشر الأسبوع الثلاثة عشر في دوري الإنجليزي فالفكرة أنه اللعيبة كلها رجليها في الملعب صحيح فهنشوف جودة الكرة مختلفة مبارح كان فيه كوميكس وكان فيه تعليقات كتير جدا على السوشيال ميديا بخصوص حكم المبارمة بين الإكوادور والقطر حسك هتتحك قولي إلا حصل لا هو بس شوية لأنه هو حكم إيطالي الإيطاليين شوية عندهم عنف كده فيه التعامل حقا مع الكروت ليه شفت ده يعني ليه شفت ده شفته إزاي أنا ما شفتهش بشكل مختلف بالمناسبة لأنه طبيعة الجمهور بيتعامل مع أي حالة بشكل فيه ضحك أو تعامل بهذا الشكل يعني سخرية نسبية لا هو السوشيال ميديا ما بتهداش لا سلاح بالضبط ممكن يكونوا بيتكلموا عن أنه فيه لقطات ممكن يكون فيها يعني لقطة ممكن يبقى فيها تسلل كان المفروض يتحسب مثلا في لقطة هدف تاني أو كذا لكن بشكل عامل المباراة وديرت بشكل كويس فإحنا عارفين طبعا أنه رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي هو كلينة الحاكم الإطالي الشهير راجل ما بيهزقش ولما بيختار صح وبيقيم صح بيحط الراجل المناسب في المكان المناسب هل شفوا صح وأنه اللي حصل ذا كان مجرد يعني لا أكيد ده طبيعي زينت قال على قطر أنه في التنظيم مش هتقدر مش هتقدر وناس تكلمت ولكن العرب قادرين بشكل أو بأخر أيوة صحيح طيب النهاردة في ماتش للسنغال شايفوه مباراة صعبة المتخب السنغالي أليو سيسيل المدير الفني أكد أنه السنغال فقدت كوة كلاسيكية موجودة ككوة هجومية بفقدان ساديو ماني لأصيب قبل ما ينضم بيوم واحد للمتخب السنغالي في آخر مباراة مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني أكيد ساديو ماني مهم جدا مؤثر حتى لو مش في حالته بيأثر حتى في وجوده في أمم أفريقيا الأخيرة ما كانش بيقدم في المباراة الأولى بشكل كويس لكن بيقدر السنغال تكسب في وجود ساديو ماني بيسحب معاه مدفع أي غير كيف يعمل نفسي في وجوده في الملعب على الفريق الثاني زي صلاح مع منتخبنا الوطني حتى لو ما كانش في حالته بس بيقدر أن هو يعمل حالة إيجابية في المنتخب الوطني النهاردة يكون في مواجهة أمام المنتخب الهولندي مباراة صعبة جدا تتبع لمجموعة الإكوادور وقطر الفوز فيها يكون مهم لكل المنتخبين مباراة ما أعتقدش أنها تكون صعبة قوي على المنتخب الهولندي المنتخب الهولندي عنده حلول كتيرة وعنده دفاع قوي يقدر أنه طبعا بوكادة برجل باندايك اللي بيلعب مع محمد صلاح في ليفربول وسائد يومانيم في السابق أعتقد المنتخب الهولندي دي بالنسبة ل نقطة حول أنه غاب عن روسيا 2018 ومنتخب دائما مرشح للوصول أدوار إقصائية وجيل ده محتاج أنه حقق بطولة وعينه على أنه حقق الفوز الأول لأنه دايما المنتخبات الكبيرة المرشحة للقب أصعب مباراة هي أول مباراة فالمنتخب الهولندي دي بالنسبة له أصعب أشوف أنها أصعب مباراة في المجموعة لأن المنتخب الإقوالوري على ما قدم أمام المنتخب القطري مش هيكون صيد صعب للمنتخب الهولندي لو قدر المنتخب الهولندي أنه يفوز في أول مباراة طب النهاردة عندنا المجموعة التانية المجموعة التانية هتبدأ النهاردة وهي مجموعة مكونة من مجموعة من المجموعة المتوسطة بالضم المنتخب الإنجليزي الإيراني المنتخب الأمريكي وويلز يعني إنجلترا إيران أمريكا ويلز تشوف المجموعة دي ازاي ربما فيه تناقق يعني بتأكيد إنجلترا في نوصلة 2018 وصلت فيما بين الفاينال فور الأربعة الكبار طبعا تبقى مرشحة للوصول لأدوار متقدمة هاريكين موجود على رأس القيادة الهجومية بالنسبة لي المتخبئ الإنجليزي وأحد الهدفين التؤال اللي موجودين هما مجموعة من العيبة كأس العالم تفاصيل وستراتيجيات بالنسبة للمداربين واختبار للمداربين لأن المداربين ما خدوش معسكرات طويلة ما قبل هذا الكأس لأنه في المعظم بيبقى كأس العالم في شهر 6 في تبقى دوريات انتهت بياخدوا أسبوعين 3 بمباريات والدقية كأس العالم ده لأ هو أسبوع واحد فقط تقريبا كل المتخبات عملت مباراة واحدة وبدأت تدخل فيه كأس العالم فهو اختبار بالتأكيد لساوس جيت هذا المدير الفني المحلي أو الوطني بالنسبة للمتخب الإنجليزي خبرات متراكمة لأن معظم العابين دول شاركوا في روسيا 2018 بالنسبة للمتخب الإنجليزي وأعتقد أنه قادر على أنه يتفوق نهاردة عنده منتخب إيران ومتخب إيراني كيادة كارلوس كيروش المدرب الأسبق لمنتخبنا الوطني الأول راجل مرن إيران قبل كده وبيعرف يتعامل مع قدرات وإمكانيات لعاب المتخب الإيراني ما عندهمش أسماء كبيرة عندهم على المستوى الفردي عندهم مهارات بس ما عندهمش أسماء بالضبط لكن على المستوى الجماعي لو قادروا أنهم يتملكوا دفاعيا ويصدوا خطورة المتخب الإنجليزي ممكن يكونوا أو يطولوا التعادل في هذه المبرأة لكن على الأقرب بتأكيد المتخب الإنجليزي حظوظه أكبر لفوز بأول ثلاث نقاط خليني كلمك عن ويلز وأمريكا منتخب الأمريكي اللي هو يمكن أمريكا عمتا الرياضة اللي بيفضلوها الأمريكان أكتر هي مثلا البيسبول أو الامريكيان فوتبول أو الرجبي الكرة يعني الكرة يمكن مش مفضلة قوي لدى الأمريكان هل نقدر نقول النهاردة أن المنتخب الأمريكي قادر أنه ينافس بقوة أمام ويلز بيعتمد على معدل اللياقة البدنية وده شوفنا حتى يمكن من 2009 لو نفتكر أقرب منتخب بالنسبة لنا نقدر نفتكره لما كان في مجموعة منتخبنا الوطني في كأس كارات بجنوب أفريقيا 2009 بيعتمدوا على معدل اللياقة البدنية والسرعة المجموعة دي بالنسبة له مجموعة يعتبر فيها فرصة أنهم يظهروا بمظهر الأكل لكن ويلز عندهم جاريس بيل هذا اللعب الذي كان يلعب فيه الدوري الإسباني وتقلق مع ريال مدريد النجمة بتاعهم ويلز عندها برضو سرعات بيعتمد على الهجم المرتدد بشكل بير مجموعة مفتوحة على مصرعيها مع المنتخب الإنجليزي أعتقد أنه المنتخب الأمريكي ممكن يعافر مع المنتخب ويلز الاثنين ممكن يجروا بعض للتعادل وهم الاثنين يبعدوا بعض عن المنافسة وتبقى الأمور أكبر للمنتخب الإيراني اللي قدر نواحق نتيجة إجابية وإن كانت التعادل أمام إنجلترا نهاردة يعني لو والله قريت كذا أرتك اللي بتتكلم على القصة دي بتقول أن العالم العربي والشرق العالم العربي هو أوروبا الجديدة والشرق الأوسط هي أوروبا الجديد تنظيم قمة المناخ مع كاس العالم مع وجود عدد كبير من المنتخبات العربية ده بيخلي مع وجود حلول أزمة الطاقة عندك في العالم العربي العالم كله بيبصلك دلوقتي مصدر دلغاز على سبيل المستخدم انت غاز بس ده غاز وقرابة وطخب وتجدد احنا عندنا الشمس أحسن من أي حتة في الدنيا فالعالم كل دلوقتي بيبص العالم العربي خلينا سألك رياضيا عشب بعد الاستهلاء الاستهلاء ما هي فرص المنتخبات العربية في هذا هذه نسخة من كاس العالم اللي تعتبر نسخة عربية بامتياز فرصتنا إيه عندنا كم منتخب عربي وفرصه عملها ازاي طيب احنا عندنا أربع منتخبات عربية المنتخب الكاتري ظهر مظهر مش كبير ومش إيجابي وما نعتقدش أنه هيكمل في البطولة لكن يبقى التنظيم صحيح هو كلب السر بالزبط كده تونس تونس موجودة المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية تمام تونس ستواجه الدنمارك في مباراة الغد فيها ثلاثة عصرا بالنسبة ليدور المجموعة المملكة العربية السعودية في مجموعة صعبة جدا مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا والمتخب التونسي مع الدنمارك وفرنسا وأستراليا والمجموعة تانية مرتبطة ببعض يعني سي وده مرتبطين ببعض الأول مع الثاني والثاني مع الثاني مع الثاني ما بعد ذلك يعني إذا تونس فرصها أكثر بالسعودية النسبي شوية لأنه آه برضو الافتتاح المباراة الأولى أمام الدنمارك في الغد فيها ثلاثة عصرا بتوقيت القاهرة من الزمالك العلي معلول من الأهلي ممثلين في المنتخب التونسي مجموعة من اللعيبة زي المساكني والمكباري وفرجاني ساسي والخنيسي صحيح أسماء خبرات وإحنا كمان عارفينهم كمصرية بالضبط كده هما كمان مع المنتخب الأسترالي والمنتخب الفرنسي فوزهم أو نتيجة إجابية على منتخب الدنمارك ممكن يخليهم يكملوا لأنه فوزهم على أستراليا ممكن ومع فرنسا الأمور تبقى صعبة فلازم يحققوا نتيجة إجابية أمام الدنمارك طيب يعني برأيك من المنتخب الأقرب للفوز السنة دي هل هنشوف تاني فرنسا لعب قوي بينافس بقوة على اللقب غياب كريم بنزيمة يقلل من حضوظ المنتخب الفرنسي هجومية لكن عندهم كدهين مبابيا عندهم جريزمان عندهم لعيبة أصحاب خبرات ومعظمهم شارك في إنجاز فرنسا في تحقيق لقب 2018 في الأراضي الروسية غيابات مؤثرة كانتي هيغيب والبوكبة هيغيب إصابات بالجملة لكن أعتقد المتخب الفرنسي وهو حمل اللقب يعتبر مرشح ومرشح من المرشحين الأوائل ليقى المنافسة على اللقب مع البرازيل وانتخب قوي جدا مع الارجنتين وانتخب قوي جدا البرتغال ليست بناينا برازيل بالتأكيد سكواد تقيل ونمار مع الرفاق تقال كعناصر فردية الأداء الجماعي ده اللي هنشوفه وهم عملوا أداء استثنائي وخالي في تصفيات أمريكا لكن كريسانو رونالدو مع البرتغال دي آخر كاس عالم هيلعبها كريسانو رونالدو ميسي مع الارجنتين آخر كاس عالم هيلعبها ميسي ومن ثم هناك دوافع مختلفة بالمهارات الحردية رونالدو ده نتكلم عنه بقى في حلقات تانية كده عشان نعرف ايه اللي بيحصل معاه تبو لو قلنا بقى المنتخبات العربية المغرب فريق تقيل برضو شايف أداءه هيبقى عمل ازاي المغرب ممكن تكون حسان أسود في هذا المونديال بالنسبة للمونديال كاكل دايما كده بنقول مين الحسان الأسود المنتخب المغربي مع كرواتيا بلجيكا وكندا كرواتيا ووصيف كاس العالم في النسخة الأخيرة لكما معظم اللعبين كيبرو مودريتش بيرزيتش اللعبين خلاص مش هما بنفس كفاءة والمنتخب المغربي هيواجه كرواتيا في المباراة الأولى لو فاز منتخب المغرب ممكن يتصدر على بلجيكا اللي شفناها أمام مصر في المباراة الدية منذ أيام بلجيكا اللي هزمت من مصر في مباراة الدية قبل ساعات من تدشين هذه البطولة والله العالم العربي الناس كلها بتتكلم عنه والله العظيم بتكلم بجد مش بس رياضيا سياسيا واقتصاديا مش هيا في العالم بلجيكا فرصة عاملة ازاي بعد هزمتها قدام مصر هو مصنف تاني علميا ومنتخب دايما يعني هو تعثر انت شافناها يعني تعثر كده والدية عادية فرصه عاملة ازاي بقى البلجيكي ما شوفش انه ينفس على اللقب لكن يقدر انه ينفس على ادوار اقصائية يخش اي دور ممكن يصل لربع نهائي بشكل مميز جدا لانه عنده عناصر زي دي بروهين زي ايدن هازرد لوكاكو مشاركش كمان امام مصر والاستراتيجية والاسلوب مع المدير الفني روبرتو مارتينيز هتتغير تماما خلال مرحلة دور المجموعات وهو كمان عندهم مباراة كندا الاولى فهتدخلهم شوية بشوية في اجواء المباراة القرعب تفرق كمان في سهولة المباراة الاولى للمشوار والمانيا سريعا جدا المانيا واسبانيا في نفس المجموعة مباراة قوية جدا فيما بين الثنائي يعتقد المتخب الالماني دائما المكينات عندهم برضو عناصر فردية محترمة جدا منتخب قوي يقدر انه ينفس على الادوار المتقدمة لكن انا شوف انه لو الارجنتين والبرازيل تصدر المجموعتين كل من هما في نصف بتاعه هنشوف نصف نهائي ناري فيما بين البرازيل وارجنتين ولا يفوز من هما ممكن يفوز بكأس العالم لكن ممكن يكون نهائي اوروبي لاتيني والامريكا الاتينية قد تكون لها حظوظ اكبر للفوز باللقب المانيا بتاكيد مرشحة زي البرازيل وزي الارجنتين زي اسبانيا لما تعبر بعد مواجهتهم في دور المجموعات مع المانيا كل الامور ورد وكأس عالم ان شاء الله استثنائي صحيح على اي حال منشتات العالم كلها بتتحدث عن العالم العربي سواء ان هو يعني يعني اوروبا الجديدة سواء ان هو حلول الطاقة عنده سواء في كوب 27 ووصولا الى منديال قطر اللي تم افتتاحه يوم امس تميمة الحظ بتاعة هذا المنديال بشكل عربي المنديال كله اللي حيأتي هذا العام بشكل عربي شفنا المشجعين الكروات اللابسين ازاي اللبس العربي اعتقد ان دي افضل دعاية لنا كعرب للعالم كله ان احنا نغير نظرات كانت موجودة عننا من سنين وان احنا نستغل ده ان احنا نتواجد على الساحة الدولية بشكل اكبر بنشكر النقد والمعالق رياضي الاستاذ محمد عفيفي على وجوده معنا في الستوديو نورتنا وشرفتنا وشكرا لها ده التحليل الجميل البسيط اللي درنا منه نفهم ملامح لكاسة العربي شكرا لك شكرا